السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس إن شاء الله خلونا مع بعض طبعا أنا وضعت لكم فيديو قصير عن الآيات الموجودة معنا في الدرس اللي هي الآيات من سورة الصف الإسلام دين الحق الآيات من 5 إلى 9 أفهم المفردات والتركيب معنى كلمة زاغوا أي انصرفوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم أي انصرفهم عن الحق وابتعدوا عنه الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله بالبينات أي بالمعجزات افترى أي كذب وكذب نور الله أي دين الله وهو الإسلام نريد أن نفسر هذه الآيات الكريمة أولا الآيتان من 5 إلى 6 عفوا وهو تتحدث لنا عن موقف بني إسرائيل من دعوة موسى وعيسى عليهم السلام إلى دين الحق إذن أرسل الله تعالى موسى نبيا إلى بني إسرائيل كلنا نعلم أن موسى عليه الصلاة وعليه السلام هو نبيا مرسلا إلى بني إسرائيل لكنهم آذوه وتمردوا عليه وعصوه وابتعدوا عن الحق والله لا يهدي القوم الخارجين عن هذا الحق ثم بعد ذلك نبي الله عيسى عليه السلام أيضا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل فحثهم ودعاهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته وجاءهم بكثير من البينات والمعجزات مثل إبراء الأعمى والأبرص إحياء الموتى كذبوه واتهموه بالسحر لكن طبعا بشارة نبي الله عيسى بشر بقدوم رسول يأتي من بعده اسمه أحمد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عيسى عليه السلام إذ أنه بشر بني إسرائيل بمجيء يأتي من بعده اسمه أحمد أخبرهم أنه مصدق في التوراة التي أنزلت قبله على سيدنا موسى عليه السلام وأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تأتي ستكون متممة لرسالة موسى عليه السلام وهو خاتم الأنبياء والمرسلين خلينا مع بعض نشوف هذه الإضاءة للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأسماء هو مصطفى ومحمد وأحمد ولي أن لي أسماء عدة أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إذن يجب على المسلم أن يؤمن بالرسل جميعهم وأن يحترمهم ويقدرهم والإمام بالكتب السماوية كلها كلنا نؤمن بكل هذه الكتب أنها من عند الله سبحانه وتعالى وجاءت لهداية الناس لدين الحق وعبادة الله تعالى وعدم الإشراك به بالله سبحانه وتعالى إذن خلينا نشوف مع بعض ظهور دين الإسلام وانتشار الهداية ظهور دين الإسلام وصف الله تعالى من يصر على كفره وضلاله ماذا إذن هذه في الآيات الكريمة من ثمانية إلى تسعة ظهور الإسلام وانتشار الهداية وصف الله تعالى من يصر على كفره وضلاله بأنه أظلم الناس وأنه يفتري على الله الكذب ماذا قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون بيّنت هذه الآيات موقف الكافرين من الإسلام هم ماذا أرادوا القضاء عليه وأرادوا الافتراء عليه لكن الله تعهد بحفظه إلى يوم القيامة ونشره بين الناس فهو دين الحق الذي أنزله على رسوله الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيبقى عاليا عزيزا كما قال الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إذن قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي دين الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيتا مدر ولا وبر مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين إذن المدر هو الليل من الطين والوبر بيت من الصوف والشعر أي كل مكان في كل بقاع الأرض وكل صقاع الأرض سيصل الإسلام إلى تلك البقاع في كل مكان لأن الله سبحانه وتعالى تعهد في حفظ الإسلام ونشره بين الناس وأنه سيبقى عاليا عزيزا في كل مكان وكل زمان هذا هو درسنا لهذا اليوم أريد منكم أن نحل بعض الأسئلة سأكتب لكم الواجب وما أردتم من هذا الواجب يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته